نتيجة للظروف الاستثنائية القائمة شرعت العتبة العباسية المقدسة من خلال قسم التطوير والتنمية المستدامة التابعة لها بإقامة دورة تعليمية وتثقيفية لمسؤولي الشعب والوحدات الذين هم بحاجة إلى التواصل مع المنتسبين لاستخدام منصة برنامج زوم الذي يتيح التواصل الاجتماعي والإداري من عد الاستمرار سير العمل بصورة صحيحة في ظل أزمة جائحة كورونا العتبة تبنت هذا البرنامج وانطلقت هذه الدورة التدريبية مع مجموعة من الشخصيات الإدارية في خط الوسط الثاني وإن شاء الله ترتقي إلى أن تكون لجميع المنتسبين الموجودين وهذه هي من الأهداف الرئيسية التي تبنتها قضية قسم التطوير والتنمية المستدامة لإيجاد البدائل والعمل المستدام والعمل المستمر خدمة إلى الصالح العام برنامج فيديوي مرن يتيح لمن يستخدمه عرض مادة فيلمية أو صورية فضلا عن المكتوبة كذلك بإمكانه تقديم الوثاق والكتب المهمة أثناء الاجتماع للحاضرين وكذلك للطلاع على محتوى الاجتماع من خلال مقطع فيديوي محفوظ هذا البرنامج هو برنامج تواصل فيديوي وكذلك فيه نوع من المرونة أن يتيح لرئيس الجلسة عرض مادة فيلمية أو مادة صورية أو مادة مكتوبة وكذلك عرض الوثائق والكتب المهمة أثناء اللقاء أو أثناء الاجتماع الحرص على المنتسبين من خطر تفشي فيروس كورونا إضافة إلى الحرص على التقديم أفضل الخدمات لديمومة العمل الدؤوف في جميع أقسام العتبة المطهرة كانت هذه الأمور كفيلة للعمل على مثل هذا البرنامج استمرانا لتقديم الأفضل ترجمة نانسي قنقر